والله والشيء مباراة هي تعنينا الكثير سواء نحن وحتى المنتخب الاسترائيلي مباراة للتاريخ فأتمنى إن شاء الله رب يوفقنا ونرجع من هنا متيجة إيجابية نكمل حظوظنا إن شاء الله يتأهل لكاس العالم والله هو كان آخر تأهل صحيح في 2006 و2010 كنا على عقب أن نتأهل لكاس العالم لكن الله ما أراد أن نتأهل ونفس السيناريو تكرر في السنين القبلها لكن إن شاء الله إحنا عزمين كل العزم إن شاء الله أنه رب يوفقنا وأنا تعنيني الكثير يعني بأنه الواحد يمثل في كاس العالم فإلاه يتمنى أن يكون في هذا المحفل الدولي أكيد المنتخب الاسترائيلي يعني راح يتكون عنده الفرصة هذه وراح أتوقع أنه بيبادر بالهجوم في المباراة هذه هذا التوقع يعني لكن إحنا جاهزين سواء كان هاجم أو حتى لو على مستوى المباراة ما تدري وش يصير ممكن يهاجم في فترات المباراة يكون في خفاف مستوى المباراة فإحنا جاهزين لأي توقع فإن شاء الله أنه رب يوفقنا ومنتخب الإسرائيلي يعني منتخب معروف وغني يعني باللعبين اللعبون فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر